الأستاذ عامر خلاي استمعت لتدخل نائب البرلماني والمناسيق الوطني المبادرة لم الشمل كنت تحت سؤال فيما يتعلق بغياب له بمؤثر لبإمكانه حقيقة أن يدفع نحو المصالح الجزائرية أكثر من مصالح أجنبية أنا أظن الآن في هذه المرحلة بالذات ومستقبلاً أصبحت من الضرورة حتمية أنه كيف يسمى بالتنظيمات الغالي الحكومية المنظمة الغالي الحكومية كيف يسمى بالجمعيات كيف يسمى بالروابط كده الهجرة الجزائرية كان عدا دور تاريخي بل هي الأصل في تكويل الحركة الوطنية الجزائرية الاستقلالية عن طريق نتوال دينورا أفريكا للنجم الشمال الأفريقي وبعد استرس تلجاح الجزائر لاستقلالها كان عدنا ما يسمى بالميكال يعني ويدادية الجزائر للأسف فهم أنتنا في دخول مرحلة تعددية قال لا أنه هذه الودادية كانت حزب الواحد الآن نصبحنا في حل من أمرنا فيما يخص تنظيم التعليل الجالية مع الألم بالجالية منذ ذلك الوقت حتى اليوم ضاعف لعددها مهم جدا لكل دولة من الدول أن يكون لها في قارة من القارات أو في دولة ذات دور رئيس في العملية السياسية الدولية أن يكون لها وجود فما بالك لما يكون عندنا ملايين من الجزائريين المقيمين مقيمين في فرنسا وروابط اقتصادية متينة بيننا وبين فرنسا واستغلال السياسي الفرنسي للأوضاع الداخلية دائما للجزائر أنا كنت سبقني وقلت بأنه إلى غاية 22 فبري كانوا مزالوا يخطوا في كيفية استمرار الوضع الذي كان قائما في الجزائر لماذا؟ لأنه يخدم مصالحهم كانت فيه تواطئات وحتى أنه فرنسا كانت من أول المعلقة أول من علاقت عن ما يحدث في الجزائر من خلال هذا الحرك الشعبي طبعاً جداً لأنه أول المتضررين ما الشيء يجرى في الجزائر بعد 22 فبري على مستوى العلاقات الثنائية ولا على مستوى وضع حد لذلك الثدي الذي كان يسيح بشكل يعني يرضع فرنسا حال الوقت ولأنه لنسا كذلك أنه المصادقة عن مجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على قانون الطاقة هذا بالنسبة لهم يعني بمشروع الله وضع حد الاحتكار والطريقة التي كانوا مرسوا بها في نهب الثروات الوطنية سواء من حيث الإنتاج ولا من حيث التسويق ولا من حيث العلاقات الثنائية فيما يخص هذا التجاري يعني لذلك أنا أقول بأنه الوقت حال ونعرف بلي كثير من الدول يعني الدول يعني ما تحتاجش في علاقتها بالدول الأخرى إلى تنظيمات تعمل داخل الدول ومع ذلك تسعى هتكون هناك تغرقل أكثر لا مهم جدا أن يكون تنظيم للجالية الجزائرية احنا الجالية الجزائرية نتفكرها في الانتخابات هل الانتخابات تشارك ومن بعد الانتخابات ما هو دوها؟ ثاني فيما تروح شؤال وحدة أخر كذلك هذة الجالية الجزائرية التواصل معها وضعيف بالنسبة للمؤسساتنا كانت عندنا في برحلة من المراحل دلنا وزارة خاصة كتاب الدولة خاصة بالهجرة وبعد تم العدود للشهادة ما العلم بالك يقولون كلم هذا للمساهمة في الاقتصاد الوطني كثير وتسعيل ومعالجة المشاكل اللي تطرح بالنسبة للمهاجر المهاجر اللي ما يجي للجزائر الآن ولا اللي ما يكون كذلك عنده مشكلة ما يمكش جهات لتتعامل معه خارجية الخارجية في العلاقة الدولية كاملة ولكن خصوصية المهاجر تحتاج إلى هذا ونظن بأنه حال الوقت الآن ما يكون فيه رؤية جديدة في إطار السياس الجالية ونزيد نأكد ذلك حاجة أخر بأنه المستهدف كل هذا من وراء الشيء هذا هو قيادة الجيش الوطني الشعبي لماذا؟ لأنه أزعجت وأجهضت محاولة كانت لإقحام الجيش السياسة كذلك لا لا ميش لإقحام الجيش السياسة محاولة كانت الاستحواذ على الجزائر في مرحلة الضعف جاءت العملية لقلبة السحر على السحر هذا ولا طيب سد فريد بن يحيا في اعتقادك الخطوات التي لابد كان أسد عمل خلاف كارب لابد من تغيير استراتيجية تعمل مع عديد من الدول بالنظر دائما لمصلحة الجزائر هذا الأمر كذلك يستدعي مستقبلا في ظل التغيير التي تتجه نحو الجزائر تنظيم هذه الانتخابات الرئاسية الاقتراع خلينا نقول العملية الانتخابية بشفيتها وبديمقراطية هذه الضامن الوحيد لأمن واستقرار الجزائر ما الواجب؟ يعني خلال خلينا نقول للمرحل القادمة حتى نقطع الطريق كما وصفنا وكما تحدثنا عن هذا الحقد الدافين للجزائر يعتبر حقد تاريخي ويهدد مصالح أطراف أجنبية تفكرت للمقولة جينيار الجاب الذي كان قائد معركة ديان بيانفو في البيتنام قال على فرنسا قال لهم فرنسا تلميذ لا يتعلم من دروس تنتهي علاقتنا مع فرنسا نحب أن تكون علاقات ودية يعني تبادل احترام متبادل أنه نقرأ باللغة البلثان يتكلم لغة فرنسية بعد فرنسية الجزائر لكن نرفض نرفض أن تم تدخل من فرنسا أو من غيرها لكن للأسف الشديد كانوا يتكلموا على حزب فرنسا في الجزائر حقيقة كانوا بعض المسؤولين يدافعوا على المصارح في فرنسا ويحبوا فرنسا أكثر من الفرنسيين في فرنسا هذه اللولة إذا كان حزب فرنسا في الجزائر كانوا في المسؤولين هنا عنا حزب حقيقي ينفرطي فيه في خمس سنوات الاستمارين نقدر ننشأ حزب أو لوبي أو أميليكالية ويعفوا الودادية هذه الموجودة هذه الودادية انحلت في عهد الشديد بجد رحمه الله على أنه الرئيس ميتيرون الرئيس فرنسوان ميتيرون سابق طلب من شديد من جداح وقالوا يعني الآن نحن نديروا العلاقات الطيبة وهذه الودادية حلوها لكن شفنا أنه اليهود مكونين يعني مجموعات وعنهم لوبي قوي لغم الأقلية تحف في فرنسا عنهم قرارات مهمة ومش غير فرنسا فرنسا وليت المتحدة وغيرا من الدول قرارات مهمة إذن فما يمنع الشعب الجزائري هذا الجزائر الآن أنهم في فرنسا موجودة الآن أن ننشأ هذه الودادية أو مجموعة لأن غدوة تعد عن الخمسة والاستماليين تضغطي بعيها في الانتخابات البرلمانية في الانتخابات يعني نتعى المقاطعات في فرنسا للبلدية في الانتخابات الرئاسية تعد عندك وزن ربما الجزائر ممكن أنها تنشأ بنوك أو يعني صادق استثمار ويندعموا فيها ربما العنصر الجزائري تم يصبح ريشة الأعمال القوية وكذلك عنها إطارات الآن تم فرنسا تعد تقرأ ألف حساب للجزائر هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية نحن الجزائر الآن استراتيجيتنا العمق نتعنا الآن لأننا الجزائر بلد ثوري عالينا من الاستعمار وشكل حاربنا حاربنا مقاطع كامل يعني حارب الجزائر في الطورة التحرية ربما خمسة نستيل الآن نحن عنا علاقات تقريبا الأسلحة تقريبا كلها خمسة والسائف المئات من الاتحاد السوفيتي سابقا نروسي حاليا كذلك عنا علاقات مع الصين عنا كذلك علاقات طيبة مع الولايات المتحدة الأمريكية لأنه أول بلد يعتر بسيقلات المولايات المتحدة الأمريكية الجزائر وعندنا علاقات طيبة معها إذن فرغم أنه عنا اختلافات في السياسات يعني بالجزائر بالنسبة للقاضية الفلسطينية عدد قضايا لكن فيه هذا ناجع كذلك العقيدة الدبلوماسية الجزائرية طبعا لكن فيه علاقات وليات المتحدة الأمريكية تحترم كثير الجزائر الجزائر عندها العمق الإفريقي الجزائر المنيجيريا وكذلك إفريقيا الجنوبية أعتبرون من القوى الكبرى بالنسبة للإفريقيا وممكن في المستقبل أن الجزائر نطلبون منها أنها تدعم هذا الأمر هذا وكذلك ربما نشأ جيش ربما إفريقي باش ما تبقاش الدول الإستعمالية السابقة تدخل في مالي أو في النيجر أو في الانغولا أو في دول أخرى إذن كذلك بالنسبة لنحن الآن الجزائر لما تحارب الفساد وتحارب اللوبيات التي كانت تابعة الأطراف معينة فبالطبع إذا كانت فرنسا عندها استثمارات في الجزائر وتكون هذه استثمارات نجعة فأهل وسهل أما إذا كانت ماشي في المصلحة في الجزائر فبالطبع معدلة رابح رابح وليس العكس بالطبع إذن فالجزائر الآن حابة تنطلق إلى ما هو أكبر حابين نصبحوا ما بين العشرين دولة هذا تفكير موجود في العقل الآن موجود بالنسبة للمترشحين رئاسيات كذلك موجودين بالنسبة لأحزاب السياسية كذلك للشباب من تعنا والحراكة بمعنى نمتلك كل المقاومات والمؤهلات حتى نسير نحو هذا التغيير على أكثر من سعيد كان جريدة في النمسا أحسن أحسن مسيرات في تاريخ البشرية إذن فالنمساويين يعني نشوفهم نعرفهم براغماتيين وغيرها يعني ما نرموناش ورود إذن فالحقيقة والعديد من الدول كانت منذ بداية هذه الحراكة تحدثت عن المسار السلمي لهذه الحراكة في بعض اختلافات نشوفه كذلك جيرا في تونس باش نتكلم مع الشعب في تونس شفنا أنه كان المرزوقي عمل مرحلة انتقالية لكن بعد الانتخابات جاء واحد من النظام السابق وهو البجي يعني كالسي برحلة انتقالية لعلمة ديمقراطية بعدها انطلقت الديمقراطية حقيقية في تونس نفس الشيء بالنسبة للجزائع الرئيس القادم هذا رح يقوم بإصلاحات أمور جدية باش نضع لأنه القطار موضعها في السكة بعد انتخابات القادمة باقي فقط استكمال المصار والتواجه نحو لأي رئيس طيب أستاذ عمر خلينا نقول لائحة البرلمان الأوروبي أسقطت وفضحت مخططات أجنبية لا تريد الخير للجزائر من جهة هل اليوم حان الوقت نحن أسابيع تفصلنا عن هذا الموعد الانتخاب الهام تاريخ 12 ديسمبر هل اليوم الشعب الجزائري لازم أن يقول كلمته ويسقط كل هذه المخططات بالتوجه نحو صندوق الاقتراع والجزائر تنتخب ويبقى الصندوق هو اللي رح يد فيصل في هذه النقطة وفي هذه الأزمة السياسية من خلال انتخاب رئيس شرعي للجزائر جاء عن طريق الصندوق ويقطع كل الطريق أمام هؤلاء المشاككين ومن يلعبون على عدة أوتار خدمة لمصالحهم أولا لمن يقرأ تاريخ الجزائر وتاريخ مواقف الشعب الجزائري منذ استرجاعي الاستقلالي يكون علاقة نعاب أنه اليوم وهذا الأسبوع ومنها الـ 12 ديسمبر سيكال كيل كبير لفرنسا من طرف المواطنين العاديين من طرف المؤسسات نلاحظنا الرد السريع لمجلس الشعبي الوطني ومزارة شؤون الخارجية مجلس الأمة كذلك الآن المنتظر كذلك من باقي المكونات الشارع السياسي ولا سيما المعارضة في الحراك الحراك مطلوب منه الآن تحديد موقف صريح وأن تكون هذا الموقف موقف ثابت ودائم في كل مسئلات الحراك لغلق منافذ وكل سبل اللي راي ممكن تحدث نفسها بهذا القوى الغربية بأنها ستجد منها مسامن اللي تدخل منها الجسد هو مدمثنا كذلك بالأمس سيد عمر الخير عبر مواقع التواصل للاجتماع قد نختلف أكيد في الرأي لكن لما الأمر يتعلق بالجزائر وأمنها واستقرارها ووحدتها لا يتدخل أشناع نحن مسلمون وفي الاختلاف رحمة نختلف ولكن لا نحول هذا الرحمة هذه إلى تقديم يعني ذرائع لقوى الغربية اليوم البرلمان يمكن أن يكون الاتحاد أوروبي إذا كان لم يكن فيه موقف صارم شعبي شعبية الموقف الرسمية هذه عادية ولكن الموقف الشعبي المنتظر من الشارع يقول الشارع في كل مكوناته في مقدمتها الحراك لا سيما وأنه في النقاش أمس اللي جرى في الاتحاد الأوروبي وكلفة المفوضة الأوروبية مش تجي للجزائر وتطرح هذه المسائل هذه فهل يبدو من الآن الرد الشعبي اللي هو الرد الرسمي هل يبدو على الاتحاد الأوروبي يعني يبدو بيانة رسميا بضبط لا لا الرد الرسمي من الجزائري لازم يكون الرد الرسمي هو الرد الشارع لا سيما وأنه المداخلات اللي تمت أمس فيها مغارضة من بين الحاجات اللي تذكر في خطاب أحدهم يقول بأنه من 1830 لا 1954 ورابعة وخمسين كانت فرنسا حارسة على المساواة حارسة على احترام الديانة الإسلامية ونحن نعرف التاريخ وماذا وقع التاريخ الديانة الإسلامية في هذه الفترة والإبادات الجماعية للشعب الجزائري إبادة جماعية يعني بيننا وبين فرنسا رأيب بحر ملف الذكر وملف التاريخ لا يزال لحد الساعة معلق ولم يتم الفصل فيه اكتفينا فقط بتصريحات بمواقيت أو بتواريخ 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 معلومة تاريخية يعني معروفة احنا بينا وبين مرأي 12 مليون من طوينا صفحة وقلنا فلنفتح صفحة جديدة جديدة وهذا ما يقتضيه نعوضه في المجتمع الدولي للتأمين ونفس المنظمة الدولية والعلاقات الاحترام الثنائية المتبدلة يبدو لي بأن الذهنية الجزائرية والسلوك الجزائري والمواقف الجزائرية ومحاولة يعني التملص من من هذه الأفضلية التي كانت ممنوحها للمؤسسة الفرنسية في الاقتصاد الجزائري في مفاضلة لها باعتبارات عديدة وإحنا متفاهمين هكذا الجزائري يبدو لي بأن الإحساس بأن هذه الامتيازات فقدت مصالح هذا يجعل رد الفرنسية ولكن أن يمارس مغالطة تاريخية في الحديث عن سلوك الإدارة الاستعمارية مع الإسلام في الجزائر ونجيو الآن كذلك القرن الـ 21 وقلوا باللي الجزائر رامي يدعي وهذا يدعون التسجيل المرة الثالثة وقلوا بصريعة العبارة قلوا تسجيل الاتخابات كان في جوية زائد في سبتمبر ثم مغالطة ونهو وسمعناها الغاية من الشهادة الغاية من الشهادة بأن السلطة السياسية الجزائرية لا يتمكن بالأمور معناها باللي ما فيش جدية ما فيش كده إلى غير ذلك بيش القول غير مغالطة فقط هاي ثالث مره رامي طال بالتجدير لا حب يقولوا بأن سوء التقدير وسوء التعامل وعدم التحكم في الأليات الدستورية هو اللي يخلي تخبط طيب في سؤال الأخير قبل أن نختم هذا النقاش سيد فريد بن يحيا الأستاذ عمر الخيلة خلينا نقولك استقرأ بأن الأمر لن يتوقف عند لائحة البرلمان الأوروبي إذا لم نقف وقفة رجل واحد بل الأمور بإمكانها أن تتجه نحو مسارات أخرى ما لا يجب التحديد في ثواني؟ فرنسا والجزائر عندنا علاقات كما سمينا العشق الممنوع يعني الجزائر والفرنسا هذه موجودة من 260 إذن فرنسا الآن تعمل كما نسمى بلغة الفرنسية استعملوا البرلمان الأوروبي على الديبلوماسية الجزائرية أنها تكون في المستوى في كل العواصم الأوروبية يعني الصفراء لازم يقوموا بالواجب لأنه فيه مرونة صبحوا مالينين كثير لابد على المحرك السياسي يتحرك المليح أو السلطة الفرنسا حتى لا يكون شونك تساهل بالطبع لابد أنهم شفنا أخونا في المغرب لديهم علاقات كبيرة مع فرنسا لما تعلق الأمور مصالحهم المالك وجمع عنها يقول بدني أنا فرنسا إذن فالجزائر الآن من حقها أنها تلعب دور كبير وتستعبل المغالطات التي تكلم عليها سيا أمار قال كان فيه انتخابات أربعة جوية وتجيلته كانت أطلق في ديسمبر ما كانت سبتمبر حاجة أخرى تاني بالنسبة الحقوق الإنسان رأي محترم في الجزائر احنا كنا في العضو تاو أربعين تاعلجنا الإستشارية وتكلمنا عن طلق صراحة كثير المعتقلين وتكلمنا على مجهة سيبور ورغار وتكلمنا على السمو والسلطات تفاعل معها قضية وقت إن شاء الله هذا هو خوتنا قبل أنه يخرجوا بالصحة المهم ما نعطوش فرصة لأجانب خاصة نحوص على احترام تكون بين فرنسا بين أوروبا احترام بالنسبة للعلاقات ولا بد أن نضغط الآن لا لتدخل في شؤون داخلية وفي الحراك في الأول كيخرجنا من أول شعارات لما كنا في الشارع عدم التدخل في شؤون داخلية الجزائر إذن لابد أن يستمر مشاكل جزائرية جزائرية زيتنا في تقيقنا من حب حتى واحد في شؤون داخلية أشكرك جزيلا شكر أستاذ فريد بن يحي مختص في العلاقات الدولية وكذلك الدبلوماسية كذلك أشتكر الأستاذ عامل خلال المحلل السياسي وضيفي اللي كان عبر الهاتف سيد سليمان سعداوي النائب البرلماني والمنسق الوطني لمبادرتي لم أشمل شكرا لكم على كل هذا التفاصيل حول هذا الموضوع